نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أوسمة لعدد من اللاعبين وذلك نظير إنجازاتهم التي حققوها في الفترة الماضية والتي ساهمت في رفع اسمي وعلم البحرين عاليا في المحافل الرياضية المختلفة هذا وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد بتسلم أو بتسليم الأوسمة إلى كل من العداء مريم جمال لصاحبة البيدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 والتي قررت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لألعاب القوى منحها إياها بعد تحقيقها للمركز الثالث والميدالية البرونزية في نهاي سباق 1500 متر للسيدات بأولمبيات لندن لتتحول إلى الميدالية الذهبية إثر صحب الميداليتين الذهبية والفضية من صاحبتي المركز الأول والثاني من السباق بسبب المنشطات والملازم الثاني عبدالله السيد عطية والذي تمكن من تحقيق الرقم العالمي في الماراثون ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأسرع رجلين في الماراثون بالزي العسكري مع كامل معداته وتحطيمه للرقم العالمي للسباق والرقيب أول إبراهيم محمد التميمي وذلك لتحطيمه الرقم الخليجي في ماراثون فالنسيا الدولي واللاعب سينا إبراهيم منفردي والذي حقق ذهبية بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو للأساتذة وهشام نور والذي حقق الذهبية في البطولة ذاتها وبهذه المناسبة أكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد أن الرعاية الملكية التي تحظى بها الحركة الرياضية في البحرين وما حققته من إنجازات عالمية باهرة جاءت ثمرة من ثمار الاهتمام الكبير واللا محدود من قبل جلالة الملك المفدأ ولتحقيق الإنجازات الأخيرة لأبطال الرياضة البحرينية لهو خير دليل على الرعاية الملكية الفائقة للرياضة البحرينية والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في الجانب الرياضي مؤكدا في ذات الوقت أن تفضل جلالة الملك المفدأ بتوزيع الأوسمة على عدد من الرياضيين أصحاب الإنجازات يمثل تقديرا رفيع المستوى من قبل جلالته للأبطال الذين تمكنوا من رفع اسم وعلام البحرين عاليا وأكد اسموه أن أبطال البحرين كانوا خير سفراء للرياضة البحرينية في مختلف المحافل الرياضية وتمكنوا من كتابة اسم البحرين في سجل الإنجازات الخاصة بتلك البطولات الأمر الذي ساهم في تسليط الضوء على الإنجازات التي تحقيقها المملكة في مختلف المجالات بما فيها الجانب الرياضي ومشيرا إلى أن الإنجازات التي حققها لاعب والمملكة لم تكن لتحقق لولا الجهود الطيبة التي بذلها اللاعبون واللاعبات طيلة منافسات البطولات وإصرارهم على تقديم المستويات البارزة من أجل التوشح بالميداليات الملونة والتي جاءت لتثبت قدرة الرياضيين على تحقيق الميداليات والمراكز المتقدمة وطالب اسمه الأبطال ببذل المزيد من الجهد في المستقبل وتحقيق المزيد من البطولات خاصة وأن جميع الأبطال يمتلكون الحماسة والإصرار على الارتقاء بمهاراتهم في سبيل الوصول إلى خطف الألقاب على مختلف الأسعدة من جانبهم رفع الأبطال المكرمين أسماء آيات الشكر والتقدير والأمتنان على مكرمة جلالته السامية بمنحهم الأوسمة حيث تمثل هذه المكرمة السامية تجسيدا حقيقيا لرعاية جلالته للرياضة البحرينية التي باتت تحتل مكانة مميزة على الخارطة الدولية بفضل دعم جلالته اللامحدود لكافة منتسبيها منوهين إلى الدعم الكبير من قبل اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة واسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للرياضيين في مسيرتهم نحو تحقيق الإنجازات معاهدين جلالة الملك على تحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم وعالم البحرين عاليا في مختلف البطولات ترجمة نانسي قنقر